المساعدة على الإقلاع عن التدخين أنا سعيدة لأني سأصبح أما أنا أرغب حقا في الإقلاع عن التدخين ولكن كيف؟ هذه ويندي ويندي حامل كان ذلك مفاجأة رائعة ويندي سعيدة فهي تريد أن تكون أما طيبة هي تتمنى الأفضل لطفلها لا تريد ويندي أن تدخن خلال فترة حملها فهي تشعر بالسوء من التدخين ولكن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر الهين الآن هي حامل حيث تدخن ويندي أقل هي تعلم أن التدخين أمر سيء حيث تتنقل السموم الموجودة في الدخان مثل النيكوتين إلى الجنين وذلك غير صحي تماما فقد وجدت ويندي صعوبة في الإقلاع عن التدخين لأنها تعودت على ذلك فهي تدخن عندما تشعر بالتوتر أو الملل وعندما تكون مع آخرين يدخنون ويندي تتساءل إن كان في استطاعها الإقلاع عن التدخين حيث يصل الأكسجين والغذاء إلى الجنين عن طريق دم ويندي عندما تدخن ويندي يصل الأكسجين والغذاء إلى الجنين بكمية أقل هذا يعني أن جنينها لن ينمو كذلك عندما تدخن الأم يولد الطفل أحيانا قبل الأوان ويمكن أن يولد الطفل كذلك مصابا بفلح الشفة أو بعوجاج في القدم عند نمو جنين ويندي بشكل أكبر فإنه لا يزال معرض للمرض بسبب التدخين مثلا يمكن أن يصاب بالربو تريد ويندي أن يشعر جنينها أنه على ما يرام وأن لا تتعرض صحة جنينها إلى الخطر فهي ترغب في المساعدة على الإقلاع عن التدخين ولكن كيف؟ إذا قامت بالإقلاع عن التدخين سيكون هناك فوائد صحية عديدة وستتمكن ويندي من التنفس بطريقة أسهل ويمكنها أن تشم وتتذوق بطريقة أفضل هناك احتمال ضئيل أن تصاب أسنانها بالإصفرار أو أن تصاب بالتجاعيد وستعاني أقل من المخاض في الحلق ومن السعال وستصبح ويندي في شكل أفضل وتتمتع بطاقة أكثر وسيفرحها ذلك حالياً عند صعودها السلم تصاب باللهث سريعاً إذا امتنعت عن شراء السجائر ستتمكن من ادخار المال لأشياء أفضل ما هو السبب الأكثر إقناعاً لإقلاعك عن التدخين؟ لدى ويندي موعد مع أخصاء التوليد ترافقها صديقتها الطيبة كيم تحصلت ويندي على تخطيط الصدى الطبي لجنينها فهي تشاهد تحرك الجنين هل الطفل بخير؟ لدى ويندي الكثير من الأسئلة تسأل ويندي هل من المستحسن الإقلاع عن التدخين نهائياً مرة واحدة؟ يشرح أخصاء التوليد إنه لأمر جيد إن أقلعت عن التدخين سيحصل الجنين على الأكسيجين والغذاء أكثر مباشرة مما يسمح له بالنمو أفضل تقول ويندي عندما لا أدخن أشعر بالتوتر هل يؤذي التوتر الجنين؟ يشرح أخصاء التوليد إن التدخين يؤذي الجنين أكثر من التوتر كما يؤدي التدخين إلى التوتر يؤدي الإدمان إلى التوتر في جسمك إذا شعرت لفترات قصيرة بالتوتر هذا ليس بالخطير على الجنين وإذا عشت يوماً فيه توتر مرة واحدة لبعض الوقت هذا ليس بمشكل ترغب ويندي في الإقلاع عن التدخين هذا الأمر صعب لأنها مدمنة الإقلاع عن التدخين أسهل عندما يكون ذلك بخطة تعتبر أربعة أشياء مهمة إذا رغبت في الإقلاع عن التدخين اختاري يوماً للإقلاع عن التدخين هذا التاريخ الذي أقلعت فيه ويندي نهائياً عن التدخين البحث عن الالتهاء إذا كانت ويندي منشغلة ستفكر أقل في التدخين أن تعتني بنفسك جيداً إذا اعتنيت أحسن بنفسك ستعتني أحسن بالجنين أطلبي المساعدة إن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل وإذا ساعدك الآخرين سيكون الأمر أسهل لك إنه يوم إقلاع ويندي عن التدخين تاريخ خطة ويندي للإقلاع عن التدخين قامت ويندي برمي كل السجائر ويجب أن تخفي منفظة السجائر والولاعات أيضاً إنها تضحك لأنه شعور غريب لكنه شعور جيد كذلك تعتقد ويندي أنا جاهزة سأقلع عن التدخين من أجلي ومن أجل طفلي لقد أقلعت الآن ويندي عن التدخين لم يكن بالأمر الهين تشعر أحياناً بالتعب أو بالنكد أو بالغضب أو تشعر وكأنها تدخن إنه أمر عادي أن تشعر كذلك سيتم تخطي هذه المشاعر هذا لأن المواد الموجودة في السجائر لا تزال في جسمها إن الأمور تتحسن كل يوم لدى ويندي هواية مسلية وجديدة إنها تحضر ملابس طفلها الآن ويندي منشغلة فهي تفكر في التدخين أقل وإذا شعرت وكأنها تدخن سجارة تشرب كأساً من الماء ثم تقوم بشيء آخر مثل المشي وركوب الدراجة في الخارج الذهاب إلى المتجر زيارة صديق القيام بالتنظيف أو غسل الملابس ما هو الإلهاء الجيد فيما يخصك؟ الآن بما أن ويندي أقلعت عن التدخين فإنها تشعر أحياناً بالجوع أكثر منذ قبل هذا أمر عادي سيصبح الشعور بالجوع أقل فهي تشري وجبات خفيفة مثل الخيار والطماطم والجزر والمكسرات والفواكه غالباً ما تحضر ويندي شيئاً ما صحي إنها تأخذ بعض الوقت للتعود عليها ولكن تعطيها شعور طيب إنها تعتني جيداً بنفسها فإنها تعتني جيداً بطفلها ولقد أخبرت ويندي عائلتها وأصدقائها أنها أقلعت عن التدخين كل واحد فخور بها ولقد اتفقت أنه لن يدخن أي أحد في منزلها بعد الآن وإذا كانت برفقة الأصدقاء أو العائلة تسأل لقد أقلعت عن التدخين ولا أزال أشعر أن هذا الأمر صعباً هل ترغب بعدم التدخين حيث أتواجد؟ فإن كنت لا تدخن هذا سيساعدني ذات مرة ويندي استسلمت لنفسها دخنت سجارة فهي تشعر بالانزعاج اتصلت ويندي بأخصاء التوليد يقول الأخصائي هل يقع شيء ما خطأ؟ يجب أن تكوني فخورة لقد أقلعت عن التدخين منذ أكثر من أسبوع لحد الآن إذا أردت يمكنك الإقلاع مجدداً أنت تعرفين يمكنك فعل ذلك في اليوم التالي تقلع ويندي عن التدخين مجدداً ويندي فخورة لأن كل يوم لا تدخن فيه يعتبر مهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر